نكمل حديث عن مباراة الأهل والعين وأمور أخرى كثيرة مع واحد من أفضل المدربين الأجانب اللي جنب في المنطقة العربية وقارة أفريقيا اسم كبير في تاريخ التدريب في ألمانيا بشكل عام معي عبر زوم الآن الألماني وينفرد شيفر المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاميرو ونادي العين الإماراتي وشتوتجرد وبروسيا مونشي جيلات بخ في ألمانيا يا فندم مشرف ومنور سعداء جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عالي تحياتي لكم تحياتي لمصد تحياتي لقاهرة بلد جميلة وبلد رائعة شكرا لكم نحمل دائما معك كثير من الزكريات السعيدة على مستوى المنافسات الأفريقية وبالتأكيد المنافسات العربية وكوني نحن نحمل معك زكريات سعيدة فأنت في المقابل أكيد تحمل زكريات سعيدة مع منتخب مصر ولعب منتخب مصر ومع حسام حسن اللي هو الآن مديرا فنيا لمنتخب مصر رأيك إيه في تعيين حسام حسن الآن مدربا لمنتخب مصر نعم أرى أنه يقوم بعمل رائع من وجه نظري هو يقدم مردود رائع أفضل من المدربين السابقين وأعتقد أنه كان من الأفضل أن يشارك في المواسم الماضية والمسابقات الماضية وأرى أن منتخب مصر وفيتقدم كثيرا مع حسام حسن في الفترة القادمة هل ترى في الوقت الحالي أن منتخب مصر قادر على منافسة كبار المنتخبات الأفريقية هل ترى أن منتخب مصر الآن في حالة جيدة؟ نعم بكل تأكيد أنا أؤكد ذلك أنا أعرف وأتابع وأراكب منتخب مصر منذ فترة طويلة ودائما قام منتخب مصر بتعيين مدربين كثيرين وأؤكد ذلك أن منتخب مصر لديه وكانوا يعين دائما مدربين رائعيين على مستوى عالي هل عرض عليك في السابق في أي وقت من الأوقات تدريب منتخب مصر؟ للأسف لا بكل حب وتقدير كنت أتمنى ذلك لأني أنا شخصيا لعبت أمام الزمالك مع مينشنجلاتبخ ولعبت أيضا ضد الفريق المصري في أقاهرة وأحمل ذكريات كبيرة جدا وأعرف الفرق المصرية وأعرف منتخب مصر بشكل جيد ولكن بكل تأكيد عندما كنت مدرب للكاميرون وكانت المسابقة طبعا بطولة أمام أفريقيا في مالي لعبت مع طبعا مع فريق الكاميرون منتخب الكاميرون أمام كل الفرق الأفريقية وأمام منتخب مصر وأحب مصر وأحب الثقافة والشعب المصري بكل تأكيد أي مباراة أتذكرها في مواجهتك مع منتخب مصر أتذكرها جيدا ولا تنساها نعم في اسكندريا لعبنا مباراة وخسرنا أتذكر ذلك وأتذكر عندما كنت لاعب منذ أكثر في التسعينات منذ زمن طويل كان كايرو القاهرة أو فريق الزمالك أمام منشن جلاتبخ كان بايدنيكس هذا هو المدرب وأنا أتذكر وفوزنا ثلاثة واحد على ما أتذكر وكانت بالنسبة لي مباراة رائعة جدا على ضوء مشاهدتك دائما ومتابعتك ليه فضل وأيضا عندما كنا في مالي في بطولة أمم أفريقيا فوزنا اتنين واحد وكانت أيضا مباراة قوية وهذه من أهم المباراة التي أتذكرها في تاريخي على ضوء متابعتك للعبين المصريين على مدار التاريخ أي اللاعبين كنت تستمتع بمشاهدتهم في منتخم مصر؟ نعم اللاعبين أو أفضل اللاعبين المصريين محمد صلاح في المربول دائما ما أشاهده دائما ما أراقبه من وجه نظري أشبهه بميسي ولكن ميسي كان عنده الحظ أن يظهر بشكل أفضل مع منتخب ميسي منتخب الأرجنتيني ميسي طبعا بكل تأكيد هو أسطورة كبيرة وهو ميسي ساعد وساهم منتخب بلاده في تحقيق طبعا فوز كبير وأرى ذلك هذا المثال هو بالضبط مثل محمد صلاح ما قدمه مع منتخب المصري وما يقدمه مع ليفربول من مردود كبير ومن مستوى رائع وهذا هو مثال رائع مثال يحتزى به وهو مثال فعلا وقدوة قد تساعد كل المنتخبات بكل تأكيد بتحقيق فرص وتحقيق أيضا بطولات كثيرة بالمناسبة على ذكر محمد صلاح رأيك إيه فيما يقدمه لعابنا المصري الآخر عمر مرموش في الدولة الألمانية تحديدا مع فريقه انتراف في فرانكفورت أنا كنت أريد أن أذكر أيضا عمر مرموش شاهدت مباراته الأخيرة وأحرز هدف رائع أمام ليفاركوزن هو بالنسبة لي مشروع مهاجم قوي وشاهدته وشاهده في الدورة الألمانية في البوندسليجا وأحرز هدف كبير جدا وانتهت المضاربة التعادل أيضا على ما تذكر وهو ساهم في التعادل وأظن أنه قد يلحق بأحد الفرق الإنجليزية ويلعب في الدولة الإنجليزية وأعتقد قد يرفق محمد صلاح لما لا شبهت محمد صلاح بليونيل ميسي تشبه همر مرموش في طريقة أداءه بأي من اللاعبين اللي شاهدتهم على مدار التاريخ مرموش هو لاعب هو مهاجم لديه طاقة كبيرة أراه اللاعب في حالة الواحد على واحد يمتلك قدرات رائعة ولكن محمد صلاح من اللاعب سريع وأراه عندما يجرب الكورا وفي حالة الدريبلين والمروغات فهو أفضل من عمر مرموش عمر مرموش يمتز بالمروغات عندما يكون في حالة واحد على واحد شاهدنا أيضا هاريكين موجود في البوندس ليجا وأراه أن عمر مرموش هو منافس قوي لهاريكين في البوندس ليجا في هذا العام السؤال الثاني أقصد تشبه عمر مرموش بأي من اللاعبين الألمان على مر التاريخ يعني تحديد اللاعبين الألمان أداء وشبه أداء مين من اللاعبين؟ نعم هو مهاجم؟ أنا أوصفه من النحية الفنية أكثر يعني في حالة حياسته على الكرة في حالة مردوده في الملعب أنا أنا هو هو ليس يشبه مثلا صلاح أو أو ميسي أو اللاعب ليس لا استطيعنا شبيب لعب بعينه ولكن أنا أتحدث دائما عن مرموش من الناحية التقنية والفنية وأرى ذلك أنه يستمتع بقوة والسرعة تعرف أنا أنا أستطيع أن أشبهه باللاعبين القدماء الكلاسيكيين المهاجمين الكلاسيكيين في ألمانيا على سبيل المثال فهو واحد يشبه مثل هؤلاء اللاعبين ولديه دائما إنهاء رائع للهجمات وإنهاء دائما للفرص فهو يمتلك ويمتاز بهذه الموهبة الكبيرة سؤالي اللي جاي ليك يخص مباراة كبيرة تجمع الأهلي والعين الإماراتي في بطولة الانتر كأس كرات لها الأندية بعد غد إن شاء الله دربت من قبل العين الإماراتي وأتعرف الأهلي جيدا كيف تنزل لهذه المواجهة الكبيرة الأهلي دائما هو فريق قوي ومرشح للفوز أعتقد العين هو رقم ستة أو سبعة في ترتيب دوري الإماراتي أنا شخصيا عشت ذلك في الإمارات عندما كنت أدرب هؤلاء اللاعبين فريق العين عندما يفوزوا بأي مسابقة أو بأي فوز تشعر دائما أنهم يمتلكون أو يصاحبهم دائما الغرور والتقبر في أرضية الملعب أما على العكس من ذلك فريق النادي الأهلي فريق دائما طموح للفوز بالبطولات وأرى شخصية النادي الأهلي قد تمكنه من الفوز على العين بكل سهولة من وجهة نظرية نالماني وينفرد شيفر المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاملون وعيدا للعين الإماراتي واشتوت جادو بروسيا مونشي جلات باخ في ألمانيا شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم واحد من كبار المدربين اللي عدوا على قارة أفريقيا والوطن العربي وبالتأكيد ألمانيا من أكبر المدربين في ألمانيا على مر التاريخ